ايه الكواليس اللي عشتها هناك في رحلة اليابان رغم صعوبة الجو وصعوبة المجموعة الكواليس الخارجية للاجتماعات الأعداد يعني كواليسة كانت عاملة زي نحنا كنا من 70-80% عادي من نهزر هو ساعة التمرين بس وبنطلع من التمرين خلاص هو ساعة يوم المباراة وبعد المباراة لكن احنا الفترة كلها طبعا القوضة بتاعتنا كلها ضحك وهزار والناس كانت بتبقى يعني في سعادة في الموضوع وفي حب وفي لعب وفي هزار في كل حاجة بتبقى اخدها طبعا معاك كل الادوات ادوات اللعب يعجر ادوات اللعب آه كل حاجة بنا بقى اخدنا معانا وبلاي ستيشن طبعا انا موارفش على البلاي ستيشن تبقى نعم حينك كمان كان فرقا التويط. كان صعبة وما كناش احنا قضينا عليه فسافرنا بدري شوية. فعشان الواحد وانا من نوع لكتب انا من بدري. فانا عشان اه 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 اه. على الجو هناك في اليابان. كان الموضوع بالنسبة لي عبا شوية. لكن يعني بعد يومين او تلاتة عبال بقى. مين ملك البلست ايش? كان شديد وكان عشور وكان اه محمد سامير وكان احمد عدل عب منام. احمد عب منام اه. وكان احمد السيد كلهم كانوا بيجوا يلعبوا. بس انا ما كانش ليه بقى. انا عاد اكون ليه بقى. عاد اهزر. انا كف فيه ومنضرب في بعض. انا وتمرين الصبح هو. انا وتمرين الصبح هو. انا لازم نضيع الوقت. اللعبة تانية لكن بلسة عشان ما كنتش بقى حبوش. التوقيت المرادي بالنسبة للعبة يعني قاتل. يعني انت النهاردة لا هتعرف تري كيف ولا تهزر ولا ولا تقعد. النهاردة عشان فكرة الكابسولة الطبية طبعا التباعد الاجتماعي الاجراءات الاحترازية بسبب كورونا هتخليهم حاسين بالوقت اكتر يعني. ممكن شوية. اه. لأ وغير كده كمان يعني الناحية الترفيهية اكتر او اللي اضحك والازار احنا كان الجيل بتاعنا احنا اه. كان في كل كنا شل واحدة كده مع بعض فبنعمل كل حاجة. دلوقتي يمكن انا كنت يعني بتكلم اخر مرة مع عوليت سلمان والشناء كان برضو كلمت معاه في النقطة دي. الموضوع ما بيقول لي ما بقى ازاي ايامنا. الزمان ده. اه. 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 دلوقتي كل واحد في حاله شوية. كل اتنين او ثلاثة مع بعض احنا كنا بنبقى عشرة في القوضة معروفة للعشرة دول فيه جناية هتحصل النهارة. اه. في موضوع يعني فيه دحك فيه. ومدير الفني هيتدخل. اه. انا احنا مرة كنا عاديين في فندق بدون ذكر اسماء وبدون ذكر اسماء المدرب واتصلوا لنا بكسرنا القوضة. كسرنا القوضة من الهزار. اه. كسرنا القوضة بتاعت الفندق. اه. وتخصم مننا فلوس من كتر هزار والضحك. ضرب في بعض. واللي يشيل ده واللي اه كسرنا القوضة. الفندق اللي معسكرين فيه. القوضة تكسرت بتاعت القوضة. وتخصم منكم. وتخصم منكم. ده لازم تخصم منهم ده كوي. بس انا قدرت كابتن وجالنا القوضة. فالموضوع كان صعب. فكان فيه حب وكان فيه هزار وكان فيه لما في القوضة. لكن دلوقتي مسلا ممكن كل اتنين في القوضة كل تلاتة بكتير في القوضة. يعني ما عادش الموضوع زي الاول اوي يعني. بس. فهما اللعبة بقى دلوقتي يمركز اكتر. احنا كنا المضابع. لا بس خلي بالك قبل يعني بس عشان الناس ما تفهمش غلط. انتو ساعة الجد وساعة اول ميدة. احنا كنا بناخد كل البطولات الكابتة. بقى بالزبط. وكنا بنعمل كل حاجة. بس ساعة الهزار الهزار والجد. لا انا كل كل كلامي ده اللي انا بقوله عشان ما حادش يفهمني غلط. احنا برا التمرين وبرى المنشاة. الاوقات اللي احنا في الاوضة في الفندق برا التمرين. لكن بننزل التمرين مفيش زار لا. يعني دوت ده بيقربكوا اكتر. يعني الناس بتفهم بيقولك مال ده ومال الملعب. انا بنتيالي اللمة دي والضحك دوت والزار ده. حكي طبعا طبعا. بينعكس على الملعب والتدريب انكم مقربين من بعض اكتر بتحبوا بعض اكتر. والناس بتتكلم دلوقتي الكرة بعد اكتر وعمل. لكن جزء انك قريب من زميلك وبتحب زميلك المدرب قريب منك. ده ده هيفضل. لا احنا كنا الموضوع مختلف خالص. حشان برضو ما حدش يفهمني خلط. احنا كنا يعني اللي قرب مسلا من عشور في الملعب تلاقينا انا وراه. اه. اه. لو حد جي جانبي تلاقي واي الجمعة. يعني الموضوع كان مختلف خالص. كل حاجة كنا بنعملها برا. لكن اول ما بننزل ملعب لا سواء في التمرين او في المشات بيبقى الموضوع مختلف تماما. خلاص قمة الالتزام.